بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأشرفان الأنوران الأعطران الأزهران على من جمعت كل الكمالات فيه وعلى آله وأصحابه وتابعيه يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم أمين أما بعد مشاهدي الكرام سلام الله عليكم وتحياته ورحماته وبركاته أهلا بحضراتكم معنا في برنامجكم الحياة أخلاق نبدأ بكلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نبدأ بالهدي النبوي الشريف لنستنبط منه الدروس والعبرة التربوية روى الإمام الترمذي في سننه من حديث سيدنا أبي بن كعب رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك فكم أجعل لك من صلاتي فقال ما شئت قال قلت الربع قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك قال قلت النصف قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك قال قلت فالثلثين قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك قال أجعل لك صلاتي كلها قال إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الهادي النبوي الشريف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن نكثر من الخير سيدنا أبي بن كعبي بيقول لسيدنا النبي أنا يا رسول الله بصلي عليك كتير أجعل لك وقت أدئه من صلاتي سيدنا النبي قال له ما شئت قال له الربع ربع وقت صلى عليك قال ما شئت وإن زدت فهو خير لك قال له النصف قال له ما شئت وإن زدت فهو خير لك سيدنا أبي وجد أن سيدنا النبي عايز يزيد قال الثلثين قال ما شئت وإن زدت فهو خير لك ففقه سيدنا أبي إن الصلاة على النبي مقبولة فقال يا رسول الله أجعل صلاتي كلها عليك أجعل وقت كل صلى عليك فقال صلى الله عليه وسلم إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك عندك هم غم كرب نكا ضيق مهموم مغموم حزين مديون صلي على سيدنا النبي ذنوبك كتير صلي على سيدنا النبي بما هو اللي قال كده في الحديث تكفى همك ويغفر لك ذنبك إذا كنت في هم وضقت بحمله وأمسيت محزونا وأصبحت في حرج فصلي كثيرا على المختار من آل هاشم فإن الله يأتيك بالفرج صلي على سيدنا النبي كتير بالليل وبالنهار وفي الغدوة والرواح صلوا عليه كما صليتم لتروا به يوم النجاة نجاحا صلوا عليه كل ليلة جمعة في كل حين غدوة ورواحا فعلى الصحيح صلاتكم فرض إذا ذكر اسمه وسمعتمه صراحا صلى عليه الله ما شب الدجاء وبدى مشيب الصبح فيه ولاحا نتعلم من هذا الحديث أن نكثر من الصلاة على الحبيب الشفيع فالصلاة على النبي تكشف الهم والغم وتكوى تكفر الذنب وتغفره إن شاء الله ربنا يوصل صلاتنا وسلمنا لسدنا النبي واجعلنا من المكثرين من الصلاة عليه اللهم آمين فاصل وهرجع لحضراتكم تاني خليكم معانا وصلوا على الحبيب بسم الله وصلى الله على الجميل المجمل سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وموله رجعنا لكم تاني مع أدعية القرآن الكريم الدعاء اللي معنا اليوم في صورة الحشر بسم الله الرحمن الرحيم وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُوْنَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجَعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ هذه الآية الكريمة المباركة جاءت بعد ذكر الله جل وعلا بالثناء الجميل على المهاجرين والأنصار ويؤثرون على أنفسهم اللهم الأنصار ولو كان بهم خصاصة يؤثر المهاجرين على أنفسهم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم كل المؤمنين والمسلمين يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان يعني احنا ندعو للصحابة وللتابعين وتابع التابعين ولآبائنا وأجدادنا ومشيخنا وأساتذتنا وعلمائنا ومن سبقونا إلى الدار الآخرة والذين جاءوا من بعدهم يقولون ويقولون جبه بالمضارع عشان تجددوا استمرار احنا ندعو لمن سبقونا أولدنا يدعو لنا أحفدنا يدعو لنا اللي ييقوا بعدينا بمئة سنة يدعونا لنا ولمن سبقونا بالإيمان والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان شوف الدعوة اللي جاية الجميلة دي ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين أمنوا الله على هذه الدعوة إن ربنا طهر قلوبنا من الغل والحقد والحسد والعداوة والبغضاء والكراهية وحب النفس وتسلط النفس على الآخرين إن أنت يبقى قلبك سليم دي نعمة لا تجعل في قلوبنا غلا للذين أمنوا واغفر لنا ربنا إنك رؤوف رحيم تطلب من الله المغفرة تطلب من الله طهارة القلب من الأدناس المعنوية ما هي أدناس القلوب وأمراض القلوب الغل والحقد والحسد والغيرة وإن أنت تبقى تحب التملك وتحب أنك تبقى عندك سيطارة على كل شيء وتتمنى زوال النعمة من الغير دي مصيبة ألا قل لمن كان لي حاسدا أتدري على من أسأت الأدب أسأت على الله في ملكه إذا أنت لم ترضى لي ما وهب ملك الملوك إذا وهب لا تسألن عن السبب فندعو جميعا بهذا الدعاء ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين أمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم أمين يا رب العالمين فاصل وهرجع لحضراتكم تاني خليكم معانا وصلوا على الحبيب بسم الله وصل الله على البدر المتمم سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وموله رجعنا لكم تاني مع الفتاوى الرمضانية اللهم فقهنا في دينك ولا تخرج من ألسنتنا إلا ما يرضيك عنا اللهم أمين ورد إلينا سؤال من أحد المشاهدين يقول فيه ما سنن النبي صلى الله عليه وسلم في عيد الفطر أقول وبالله التوفيق ومنه العون والمدد والسداد والرشد من سنته صلى الله عليه وسلم الاغتسال لصلاة العيد سنة مؤكدة إنك تغتسل لصلاة العيد ومن سنته لبس أحسن الثياب في يوم العيد وأن تذهب إلى المصلى في الخلاء الأفضل إنك تصلي في الخلاء وده كان فعل سدن النبي والسنة أن تذهب من طريق وتعود من طريق آخر وكان يفطر في يوم عيد الفطر قبل خروجه من البيت على تمرات تلت تمرات تفطر بيهم قبل ما تروح لصلاة العيد وكان يؤخر الإفطار في عيد الأضحى حتى يأتي من المصلى ويأكل من أضحيته يبقى في عيد الفطر تأكل قبل ما تطلع من البيت في عيد الأضحى بعد ما ترجع من صلاة العيد طيب وكان النبي صلى الله عليه وسلم يهنئ أصحابه بالعيد كان يقول كده إن لكل قوم عيد وهذا عيدنا لأنه لما راح المدينة وجد اليهود عندهم عيدين يعظمونهما عيد النيروز وعيد المهرجان فسدنا النبي أن للصحابة إن الله أبدلكما بهما خيرا يومي الفطر والأضحى لكل قوم عيد وهذا عيدنا وسمي العيد عيدا للعود الحميد لأنه يأتي ويتجدد العود كل سنة فتذهب للمصلى من طريق وتعود من طريق آخر ومن السنة أن تصطحب زوجتك وأولادك معك إلى صلاة العيد سنة من سنة سدنا النبي ومن السنة التكبير تكبر من بعد مغرب آخر يوم في رمضان يعني لو ثبت إن النهاردة 29 آخر يوم في رمضان وفضلت المفت بعد المغرب قال غدا يوم عيد الفطر نبدأ التكبير من الليلة إلى متى؟ إلى صلاة العيد إنما في عيد الأضحى بنبدأ التكبير من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق العصر لو يوم 13 ذي الحجة والتكبير سنة عن سيدنا رسول الله ونرفع أصواتنا بالتكبير الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيل لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا هذه هي صيغة التكبير في يوم العيد وهذه بعض السنن الواردة عن النبي والتي تقبل سلم عليه وقل له تقبل الله منا ومنكم كل عام حضرتكم بخير وشوفكم على خير إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته